أعرب وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سي جورني أيضا اليوم بالرباط أعرب عن إعجابه بدينامية التنمية التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس وقال سيد سي جورني أن المغرب تغير بشكل كبير أنا معجب بالإصلاحات والمشاريع التي يقودها جلالة الملك الذي يضع التنمية البشرية في صلب النموذج التنموية الذي أطلقته المملكة وفي معرض تترقه للعلاقات الثنائية أكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية ناباريس والرباط عازمتان على تجديد وتعميق روابطهم الاستثنائية من خلال الاتفاق على خارطة طريق واضحة وطموحة ترقى إلى مستوى التحديات الجديدة